لانها مصر العظيمة ورئيس مصر الذي يتخذ القرارات في التوقيت المناسب حمد الله على السلامة شكرا سيادة الرئيس عمفتاح السيسي شكرا لجهاز المخابرات العامة المصرية شكرا لجيشنا العظيم وابطالنا ورجالتنا في كل مكان شكرا شكرا عودة اولاد مصر الى ارض الوطن حمد الله على السلامة يا ابطال ودائما تحيا مصر تحيا دائما مصر العظيمة حمد الله دائما على السلامة بتكون عملية صعبة جدا لو حد دقعت هناك يخلي نفسه هناك خلي نفسه هناك تعرف قدية فرحة اللي رجعوا فرحة أسرهم خلي بالك أسرهم طول الوقت اللي فات عملين يتصروا عملين يبعاتوا عملين يتكلموا هيرجعوا ازاي وهيعملوا ايه وخايفين عليهم وطبعا انت خايف عليهم ومصر خايف عليهم ورئيس مصر خايف عليهم ورئيس مصر خايف على كل واحد كان هناك من اول ثانية تاني بقول لكم والله الشغل ده بيتم من اول لحظة مع ان طالبان سيطرت تتحرك الدولة يلا ما انت زي ما بقول لك كده فمن اول لحظة بس ما كانش طبعا فيه كلام الفترة اللي فاتت وزي ما انت كنت بتابع وكده الموضوع ده كان ايه يعني لانه انت عندك ولادك هناك ويرجع ولادك ويرجع ولادك وحمد الله على سلامتهم تاني تاني لانها مصر العظيمة حمد الله على السلامة ودائما تحيا مصر بلادي بلادي لك حبي وفؤاتي اسلامي يا مصر انني الفدا دي يدي ان مدت الدنيا هدا ابدا لن تستكيني ابدا انني ارجو مع اليوم غدا ومعي قلبي وعزمي للجهاد ولقلبي انت بعد الدين دين لك يا مصر السلامة وسلاما يا بلادي ان رمات دهر وسهاما اتقيها بفؤاتي واسلامي في كل حين انا مصري بنان من بنا هرم الدهر الذي اعيى الفنا وقفة الاهرام فيما بيننا لصروف الدهر وقفتي انا في دفاعي وجهادي للبلاد لا اميل لا امل لا الين لك يا مصر السلامة وسلاما يا بلادي ان رمات دهر وسهاما اتقيها بفؤاتي واسلامي في كل حين